إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم سنتحدث عن الإنسان والكون الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذا الموضوع الخطير جدا اللي هو متعلق بقضية لقاء الإنسان بالكون طبعا الإنسان العادي اليوم يخرج صباحا يذهب إلى عمله الشمس مشرقة الشمس غير مشرقة الجو جميل الجو غير جميل البحر يحيط كل هذه القضايا لا تعنيه هو مركز على قضية واحدة أنه يصل للعمل في الوقت المناسب ويدخل حتى لا يحسب عليه وقت ضائع ويخرج من العمل في نهايته يمضي إلى البيت كل ما يحيط به لا يعنيه كثيرا لأنه مألوف لكن هذه الغفلة عن الكون ليست مضطردة في الإنسان فالإنسان لما التقى بالكون في بدايات شروق البشرية ووعي البشرية وجد نفسه في حديقة كبيرة الشيخ شعراوي عليه رحمة الله كان يصف قضية يقول لو أن إنسان سقط بطائرة وقدر له أن يعيش وجد نفسه في غابة لكن وهو في الغابة وجد أن الأرض معد له جاهزة لاستقباله ووجد خيمة كبيرة جدا فيها أطايب الطعام وفراش وثير وربما عشان يعني نزيد الأمر تعقيدا سنقول وجد إنترنت ووجد تلفزيون ووجد ماء ووجد كل ما يحتاجه من أشياء متاح في هذه الغرفة السؤال الكبير جدا هل سيدخل للغرفة ويناب أم سيسأل من وضع كل هذه الأشياء وجهزها في اللحظة المناسبة اللي أنا وقعت فيها ووصلت لهذه الغابة هل الإنسان لما يحيط به الكون اللي هو يفوق هذا الوضع بملايين المرات سيرى من حوله الشمس تشرق صباحا والقمر ينير الكون مساء وسيجد نفسه أمام البحر وجماله ويجد نفسه أمام الشجر والحجر ويجد نفسه أمام البشر الذين يحيطون به ويجد نفسه في حضن أم وهو رضيع ويجد نفسه وهو كبير تحيط به عائلته ويجد نفسه مع أصدقائه هذا الإنسان هل يقف متبلدا أمام ظواهر الطبيعة كاملة ألا يخطر في بال السؤال الكبير الذي يعني يجب أن يسأل من أعد له كل هذا الكون الذي يحيط به هذا السؤال الكبير جدا اللي جعل الحياة العلمية تزدهر في الكون من حولنا فإحنا لما نقرأ قصة الفلسفة سنجد عندنا أول الفلسفة اللي مذكورين طبعا الفلسفة قديمة في حياة الإنسان يعني كل الحكمة البشرية هي فلسفة لكن قبل اليونان كانت تقال في شكل قصيدة شعرية كما هي العادة عند العرب أو الأمثال كما هي العادة عند العرب فكانت عبارة عن حكم متقطعة لكن عمل أبنية كاملة كان من إنتاج اليونانيين اليونانيين أول فلسفة فيهم سمونهم فلسفة الطبيعة فلسفة الطبيعة أناس بهرتهم الطبيعة من حولهم تساءلوا قبلهم كانوا الناس لا يتساءلون تفسير الكون مبني على الخرافات فلما يكون في رعد وبرق والأصوات مزعجة يكون هناك إله غضبان على الكون ويريد أن يعاقب الناس فعلى الناس أن يخافوا والعكس أيضا صحيح إذا كان هناك مطر وربيع وجوزة معناه هناك إله آخر هو إله الربيع مثلا سعيد بالناس فأعطاهم هذه الخضرة وهذا الجمال لما النهر يفيض ويسبب فيضنات ويقتل الناس معناها إله النهر غضبان وإله النهر هذا لازم إرضاءه فكانوا المصريين يلقون له بفتاح أسنى حتى يرضاه هذه الخيالات التي كانت عند الإنسان لتفسير الظواهر الطبيعية جاءت في لحظة تاريخية البشرية وبدأت تقول لا الموضوع ليس متعلق بهذا النوع من التفسيرات السطحية فبدأ الإنسان في التساؤل في الكون نفسه يترى لما يأتي الربيع بعد الخريف من أين جاءت المادة التي كونت هذا الجمال في الربيع ولما يأتي الخريف أين تكون ذهبت المادة التي كونت الربيع وجمال الربيع بدأ الإنسان يتسائل عن مادة الكون طبيعة الكون الحسيات الموجودة في الكون فيزياء الكون إن صح التعبير هذا الإنسان لما بدأ يتسائل بهذه الصيغة بدأ يولد إجابات ليست من جنس الإجابات الخرافية إجابات استنتاجية خطر في باله أن الكون ربما تكون من الماء ثم خطر في باله الهواء خف من الماء فربما يكون الهواء هو الذي تكون منه الكون عبر تكثفه ثم قال طيب ما قيمت كل ذلك إذا لم يكن هناك تراب فالماء يختلط بالتراب ثم تخرج النباتات فخطر في باله أن يقول إذن هو الهواء والماء والتراب تكون الأشياء وجد أن النار أقوى من كل هذه الأشياء وهي تحرق الأخشاب وتحرق الغابات فقال ربما هي النار ثم نشأت نظرية العناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والماء هي مكونات الكون الأساسية بمزيد من التأمل ظهرت النظرية الذرية وبدأ الكلام على أن الكون مكون من جسيمات صغيرة جدا تركب مثل ألعاب الأطفال في الليغو مع بعضها بعض وتكون هذا الكون الإنسان بشيء من التأمل قال مهما كانت المادة صغيرة لكنها على كل حال هي مادة ساكنة من أين اكتسبت الحيوية من أين اكتسبت الحياة والحركة فبدأ السؤال يكبر هذه الموجودات حتى لو قلنا أنها مركبة من ذرات صغيرة فالذرات الصغيرة كيف اكتسبت الحياة والحيوية كيف يقفز الأرنب في الغابة كيف يطير الطائر هذا الإنسان كيف يتحرك ومما بناؤه الحيوي الذي يجعله بهذه الصيغة من الذي يجعل النباتات تنمو وتكبر من الذي يجعل كل هذه الحياة تدب من مادة تبدو صماء صغيرة وصماء بدأ الإنسان يتساءل عما وراء المادة هل هناك سبب لحركة المادة كلها ولو قلنا أن هناك سبب حرك هذه المادة كلها فمن الذي حرك هذا السبب تسلسل عقل الإنسان إلى أن يقول بالقضية التي لا مفر منها أن هناك محرك أول لا محرك له الإنسان بعقله وصل لفكرة المحرك الأول الذي لا محرك له طبعا جات النبوات والرسالات لتخبرنا أن هذا المحرك الأول هو الله سبحانه وتعالى وهو أزلي دائم قائم باق بذاته لا يحتاج لشيء بينما الكون كله محتاج له هذا الفكر الإنساني العميق الذي تسلسل قاد أيضا إلى استنتاجات كبرى بعد ذلك هو هي مسألة متعلقة بتسلسل الأفكار إذا كان الكون له إله وله محرك أول كذا إلى آخره والإنسان وصل إلى هذا المحرك الأول بعقله بدأ الإنسان يتساءل عن قضية أخرى اللي هو طيب عقله كم قدرات العقل فنشأت نظرية المعرفة يا ترى احنا نستطيع نعرف على وجه الدقة وكم الدقة التي نستطيع نعرف بها حواسنا وما تنقله إلينا كم درجة دقة الحواس في أحيان كثيرة جدا إحنا بالحواس أحيانا تخدعنا فالإنسان المسافر في الصحراء قد يجد نفسه أمام السراب ويعتقد أنه ماء وحواس تنقله أنه أمامه واحه وفيها مياه بينما لا يوجد شيء أمامه كيف هذا الإنسان يستطيع يميز بينما تنقله الحواس بشكل صحيح ويستطيع أن يفلتر هذه القضايا بدأ الإنسان أيضا يتساءل وهو ينام هل هو في صحه وأنا مرة كنت أدردش مع بعض الطلاب في موضوع الفكر الإنساني وتسلسله قلت الآن لو أننا كنت نائم بالليل وصحيت الصبح وذهبت وتوضأت وصليت وخرجت من البيت ووجدت حادث في الطريق وحزنت على الناس الذين أصيبوا وما إلى ذلك فجأة رنجرس عالي جدا ووجدت أيضا أنني نائم لكن كنت في حلم آخر الآن كنت في حلم ثم اعتقدت أني خرجت منه فإذا أنا في حلم ثاني طيب ما الذي يثبت لي أن أنا الآن لست في حلم ثالث عقل الإنسان بدأ يتساءل عن قدرة الإنسان على إثبات ذاته وإثبات الكون الذي يحيط به هذه القضايا الكبيرة جدا ولدت العلوم الكبرى في البشرية ولدت الفيزياء ولدت فكرة ما وراء الطبيعة ولدت نظرية المعرفة الإنسان عبر دائرة التسائل الكبرى التي يتحرك فيها ولد كل العلوم التي يحتاجها والله سبحانه وتعالى لذلك جعله مخلوقا مميزا لأنه قادر على التفكر يعني الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عندما اختاره من بين الموجودات اختاره لسبب الملائكة تساءلت أن هذا المخلوق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله سبحانه وتعالى لم يجب على سؤالهم لم يقل لهم هذا لن يفسد ولن يسفك الدماء لكن أشار إلى ملكة آدم في التعلم وقدرته على أن يسمي الأشياء وجعل هذه الميزة التي هي قدرة التعلم عند آدم سببا لتمييزه الخاص من بين المخلوقات وأمر المخلوقات أن تسجد له هذا التكريم والتمييز الأزلي للإنسان القديم الذي كان في الملأ الأعلى وليس الأزلي لكن القديم فالأزلي هو الله سبحانه وتعالى لكن في الأزل يعني في القدم هذا التكريم الأساسي للإنسان صحبه لأنه قادر على التعلم والتعلم هو ابن الالتفات للتفصيلات الالتفات للكون الذي يحيط بنا هنا الآية تقول لنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أمر كبير جدا السماوات والأرض والظلمات والنور نحن نعبر على السماوات وعلى الأرض ونعبر على الظلمات وعلى النور ولا ننتبه أن في هذا الكون الذي يحيط بنا دلائل الخالق العظيم الذي رتب هذا الكون ونظمه لما الإنسان الآن يفكر في هذا الوجود الذي يحيط به نحن كبشر نقف على انصح التعبير الكرة الأرضية الكرة الأرضية تعتبر عبارة عن كرة بيسبول صغيرة جدا لو قورنت بالشمس كان شخص يلعب في حقل كبير جدا وعنده كرة بيسبول فالكرة الأرضية بالنسبة للشمس حجمها صغير هذا الإنسان يقف على هذه الكرة الصغيرة وهذه تبحر في فضاء واسع تحيط بها ملايين الكواكب والنجوم في هذا الكون الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى ثم لا يتساءل عن سبب وجوده في هذا الكون ككائن مفكر ولا يتساءل أين ستنتهي هذه الرحلة ولا يسأل عن دوره في هذه الرحلة وما الذي يريده يبدو كأنه شخص غافل عن هذا الوجود الكبير الذي يحيط به يبدو الإنسان في انشغالاته اليومية في حياته في سيره في هذا الكون كأنه غافل عن كل ما يحيط به من أسئلة كبرى لكن ليس كل الإنسان فالله سبحانه وتعالى لما يخاطب العقل الإنساني يلفته إلى أبسط الأشياء التي يمر عليها معرضا وفي البشرية من لم يعرض عن هذه الأشياء تفكر فيها بعمق واستنتج منها علوما لا حصر لها اليوم يترى الإنسان المؤمن أكثر حساسية اتجاه الكون ولا الإنسان غير المؤمن بطبيعة الحال لما نلتفت إلى الأمم الأرض سنجد اهتمامهم بهذا الكون اهتمام عظيم جدا بينما نحن هذا الكون لسنا ملتفيتين لأسراره ولوجوده ولبنيته وهؤلاء الناس الكون يعطيهم بقدر ما أعطوه هو يعطيهم من أسراره يعطيهم من انصح التعبير ملكات التسخير التي يمنحها للأمم النشطة فأصبحت أمم الأرض موزعة بحسب قدرتها على الاستفادة من هذا الكون الذي يحيط بنا صنعوا زرعوا سافروا إلى الفضاء صنعوا الطائرات صنعوا الانترنت صنعوا هذه الأجهزة التي نحن الآن نتواصل عبرها في الكون كله صنعوا السيارات صنعوا القطارات صنعوا كل حركة الكون الذي يحيط بنا صنعوا آلة الدمار التي نتقاتل بها في الحروب صنعوا كل هذه الأشياء عبر الالتفات إلى الكون السؤال هل الإنسان فقط ينظر إلى الكون ليستفيد منه؟ وأم أنه يتساءل من جهز هذا الكون وجعله في مدى قدرات الإنسان حتى يستطيع أن يستفيد منه؟ كيف يستطيع الإنسان يغوص من ظواهر الأشياء إلى عمق الأشياء؟ لما جاءت العلوم الطبيعية الحديثة فرضت على العقل نسقا يقول أن نحن لا يعنينا من خلق الكون ولا تعنينا الأسئلة اللي سمونا الأسئلة المورائية قالوا الذي يعنينا كيف نستفيد من الكون؟ كيف نصنع من الكون ملكات وقدرات تجعلنا أكثر قوة كأمم؟ والله سبحانه وتعالى أراد الإنسان أن يسخر الكون لكنه أراده أن لا يكون أسيرا للكون ماذا نقصد بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الإنسان أن يكون أسيرا للكون؟ يريده أن ينطلق بعقله للسؤال الأساسي الذي كان يجب أن يسأله صاحبنا الذي وقع في الغابة فوجد خيمة مجهزة بكل أطايب الطعام وكل وسائل الراحة تنتظره أن يسأل من أعد له كل هذا الوجود وكل هذه الأشياء اللي موجودة في هذه الخيمة التي يعيش فيها من البلاد الشديدة جدا أن هذا صاحبنا ينتفع بالخيمة ثم لا يسأل من أعدها له ولا يسأل عن صاحبها ولا ينتظر أن يشكر من صنع له كل هذا الوجود الذي يعيش فيه عبور الإنسان على الكون عبورين عبور إن صح التعبير سطحي وهذا قد يصل فيه الإنسان من الملكات والقدرات ما لحد له لكنه يكون وجودا غير أخلاقي في الغالب اليوم الصناعة والعلم كان المفروض تحلنا مسألة الفقر والجهل والمرض والحروب في الكون لكن الصناعة ذاتها انقلبت ضد الإنسان أم أصبح بإمكان الإنسان أن يدمر الأرض عشرات المرات عبر القنابل النووية الآن لمخزونه عند الدول الكبرى التي تمتلك الأسلحة النووية أي حرب يكون فيها أحد مجنون يلقي سلاحا ذريا في مكان ما سيؤدي لاشتعال حرب كونية لا تبقي ولا تذر من البشر أحدا دمار كوني شامل لا يبقي ولا من أحد من البشر عندما تنمو سياسة المخلب والناب يصبح الإنسان أسير السطحية التي يعيش فيها لكن لو لم نمى الإنسان قدراته العقلية الأخلاقية بالنظر لما وراء الكون والنظر للإله الذي خلق الكون وماذا يريد منه من قيم ومبادئ وتصورات وحياة جديدة لأمكن للإنسان أنه يتغلب على نوازع الشر لا تكتمل حلقات وجود الإنسان في الكون إلا بوجود جناحين جناح ينظر للظاهر ويستفيد من الموجودات وجناح ينظر للباطن ويبحث عن سبب وجود هذه الموجودات عندما يغوص الإنسان عميقا كما تذكر الآية هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هم الحقيقة هؤلاء الناس الذين غفلوا عن هذا الكون العظيم وغفلوا عن من الذي يقف وراء هذا الكون العظيم من الذي جهزه لهم إنما غفلوا ليس فقط عن الله فالله سبحانه وتعالى لا يستفيد من البشر شيئا ولكن غفلوا عن مكون أساسي يحتاجونه هم في هذه الحياة الدنيا الأخلاق والقيم والمبادئ الأشياء السامية التي يحتاجها الإنسان حتى يصبح لوجوده معنى لا تتوفر إلا بهذا المعنى العظيم ومعنى الوجود الإلهي الذي يمنح هذه الموجودات الرحمة والبركة والمعنى وإلا الإنسان يستوي عنده إن لم يكن للكون معنى أن يأخذ أي سبيل ولو كان سبيل الانتحار إلى هنا بينا جانب صغير جدا من لقاء الإنسان بالكون وتداعيات هذا اللقاء في قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نتوقف إن شاء الله عز وجل هنا وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر